مهم ده يا أحمد زي ما حنا كنا بنتكلم وبتابع معاك أهمية المعسكر كان يتمنى أن كل العناصر تكون موجودة في مباراة بكرة لكن دي كمان فرصة جيدة جدا لبعض اللعيبة أنها تظهر بشكل كويس تبان وتطلع إمكانياتها بالنسبة زي كان على المستوى الفني البدني فمباراة بكرة كمان مهمة بالنسبة للتحضير للموسم اللي جاي يعني بيبقى فيه طبعا بعد يعني وسط المعسكرات الإعدادية كابتن المتشاط اللي بتجرى في المعسكر نفسه بتكون مهمة جدا وزي ما حررتك تفضلت وقلت وتبقاش مهمة قوي النتيجة قد ما ممكن تطلع من المعسكر كله بتلات أربع جمل بتوع الموسم ده أو بالحاجات اللي هي الاستراتيجي العامة اللي ممكن تكون حفظت اللعبة الدولية مثلا العشرة لمشيوا ويكون عندهم أهلية كويسة أن تقول لهم طول الموسم قبل كل مباراة احنا نعمل كذا ونشغل على كذا بس عنصر زي مثلا كريم الدبيس زي زعلوك زي إنه هو الليفل التاني والتالت في الفرقة كل إنه بيشرب بنفس الطريقة بحيث يبقى جاهز لو لا قدر للعنصر الأساسي راح لأيه سبب دي فوائد المعسكر الإعدادي إنه كل القايمة بتاعتك تبقى شربة كل الواجبات بتاعت مراكزة ويبقى عارفين بالضبط المدرب عاوز إيه وجهزة تطبقه في أسرع وقت ممكن من المزايا كمان إنه انت تلعب ماتش في المنشطات الإعدادية منقوص من اللعبة المهمة بتاعتك لأنه إحنا مش هنبص على النتيجة مش هتبقى دال فيصل وإن كان الناد الأهلي بيطمح للفوز بأي ماتش ودي أو رسمي ولكن الأساس اللي هنشوفه فعلا هو عدد اللعيبة الناشئين اللي هتظهر بشكل جيد هو انصهار الصفقات الجديدة في الموضوع وحتدي مساحات كمان يعني لو كانت اللعيبة دي موجودة كان هتاخد كانوش هلب الماتش كله كان هاخد مثلا ستين سبعين ديئة وممكن يكون فيه تغييرات في حدود العشرين ديئة الأخيرة ممكن دلوقتي المساحة توسع شوية بالنسبة للولاد اللي هتخشوا سواء الولاد من قطاع الناشئين أو حتى المنضمين أو راجعين من العارة زي كريم وزي صلاح محسن دخول وإحنا سمعين كمان ريدا سليم داخل بشكل أكتر من رائع خلاص النادي الأهلي ميزة النادي الأهلي اللعب الجديد اللي بيخش ما بيخدش وقت يعني خاصة دلوقتي هم في مكان مقفول عليهم أجواء جميلة جدا كمان توقعاتك لريدا سليم الموسم اللي جاي ريدا سليم يعني من اللعاب اللي عندها حتى بيفتقد الكرة المصرية يعني بيفتقد المحترف اللي بيجري الكرة المصرية من زمن طويل اللي هو المحترف اللي بيحط الكرة في رجليه اللي هو نموذج أشرف بين شرقي مثلا اللي دخل مصر من خلال نادي الزمالك على سبيل المثال نادرا ما بتلاقي محترف مصر خلال السنوات الأخيرة يعني نفتقد اللعاب اللي زاد احنا دايما بنسعى أن عندنا لعاب مثلا في مراكز بتكون محتاجة القوة أكتر ما حاجة الاندفاع أكتر ولكن اللعيب اللي بيديك حل مختلف ريدا سليم عمل ده في الدور المغربي السنة اللي فاتت ريدا سليم وإن كان بيبدأ دايما من الرواق أو من الجناح بس هو ده سريع جدا في الوصول للعمق سواء بالصناع أو بالتسجيل عنده قدرات جيدة جدا في الكرات السابتة وده مش كله تابع ريدا سليم في النقطة دي ريدا سليم بيلعب كوايس جدا الكورنر بيلعب كوايس جدا الفاول بيشوت بشكل مباشر على المرمى دربات الجزاء نسبة النجاح السنة اللي فاتت في الدور المغربي 100% تقريبا لعب أبدا مع كل المراحل السنة اللي لعبها مع منتخب المغرب نطجه شخصية كبيرة وقضي الجيش الملك الإنجاز هو كان أهم لعيب فيه بالحصول على الدور المغربي السنة اللي فاتت من الوداد ومن الرجاء بالذات من الوداد فأعتقد أنه صفقة لا أنا مستنى لها يعني مرضود كبير بإذن الله الحقيقة إن شاء الله يكون طبعا إضافة كبيرة جدا للنادي الآلي